اشتركوا في القناة بناء على طلب جمهورية العراق الشقيق في اعقاب الهجمات الصاروخية الايرانية التي جرت مساء يوم الخامس عشر من يناير على عدة مواقع سكنية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان شمالية جمهورية العراق مما تسبب في وقوع عدد من الشهداء المدنيين الابرياء واصابة اخرين عرب زعادة وزير الخارجية عن ادانة مملكة البحرين بشدة لهذا القصف الصاروخي الايراني على دولة عربية شقيقة والذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وسلامة اراضيه ومواطني معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة وللشعب العراقي الشقيق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وجدد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت تجاه العراق الشقيق والذي يؤكد على الوحدة الوطنية وسلامة الاراضي العراقية وربض التدخلات الاجنبية في شؤونه الداخلية من اي جهة واطراف خارجية اشتركوا في القناة